اشتركوا في القناة في الدول المجلس التعاون الخليجي أو في الوطن العربي أو في العالم أجمع لطالما كان هناك الكثيرين ولا زالوا المخلصين من أبناء هذا البلد يعملون على مكافحة هذا الوباء فكان الأمر نوعا ما مشروط بتعاوننا مع الكرام مثلا في الجيش الأبيض أو حتى الالتزام في الاشتراطات الصحية وغيرها من هذه الأمور وحصولنا على اللقاح لأنه كان هناك نوعا ما بعض التساهل في التعامل مع هذه الحالة لعل الله أن يزيلها عننا أريد أن أخذكم في إحصائية وزارة الصحة التي طالعتنا إياها مشكورة خلال الأربعة وعشرين ساعة السابقة فمشاهديننا حتكون هي معنا جاهزة على الشاشة عشان نشوفها مع بعض ونراجعها مع بعض خلال الأربعة وعشرين ساعة السابقة تأكدت إصابة عدد تسعمية واثنين وثمانين حالة نسأل الله أن يشافيهم جميعا كذلك من من الله عليهم بالشفاء هناك أمية وواحد وسبعين حالة أيضا حالات الوفاة إلى الآن صفر وهذه نعمة من الله عز وجل عدد المساحات التي أخذتها وزارة الصحة وهذا الرقم حقيقي الذي لفت نظري عددها أثنين وعشرين ألف واربعمية وواحد وتسعين هذه المختبرات التي يقومون مشكورين في مثل هذه الجهود الكبيرة من أجل سلامة الجميع الأمر الملفت لنظر أنه في الأمس كان الأمطار غزيرة وكان هناك تحذيرات بعدم الخروج وغيرها من هذه الأمور لأن ثنين وعشرين ألف واربعمية وواحد وتسعين شخص قاموا بالخروج من أجل حصولهم على المساحات منهم عدد أيضا الحالات التي فيها جنحة المستشفيات وتتلقى العلاج عددهم خمسة وثلاثين حالة هم تقريبا في وضع مستقر بإذن الله اللي في العناية المركزة هناك ثمان حالات ندعو الله أن يشاف الجميع الإجمالي الحالات النشطة أربعة آلاف وسبعمية وثلاثة وسبعين حالة نسبة الشفاء من هذا الوباء بدأت تقل كانت تسعة وتسعين فاصلة تسعة والآن وصلت إلى ثمانة وتسعين فاصلة ثلاثة لازلنا نقول إحنا في خير ونعمة وأيضا إحنا في المنطقة الخضراء أما نسبة الإصابات لعدد المساحات اللي أخذوها المختبرات اللي هو قلنا 22 ألف نسبة الإصابة وصلت إلى أربعة فاصلة أربعة بالمئة فمثل هذه الإحصائيات حقيقة تخلينا نراجع مع بعض حتى أن نذكر أنفسنا والآخرين وحتى أن نحن كلنا نكون على بينا أيضا وزارة الصحة قامت مشكورة وهذا أمر حقيقة يحسب لهم في هذه الشفافية وهذا الوضوح حتى أن نكون كلنا على بينا أولا ثانيا حتى ويكون هو الدعوة من أجل أن نكون متعاونون مع بعض خصوصا في مكافحة هذا الوباء ولا يمكن أن نعمل أن تعمل جهة على غير الآخرين فلابد لنا أن نتعاون كلنا مواطنون مقيمين وأيضا المؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة والالتزام في كل التعليمات الصحية وغيرها والأمنية وكل الاشتراطات اللي وضعتها لنا الدولة مشكورة أبي أخذكم في إحصائية أيضا طالعتنا إياها وزارة الصحة مشكورة خلال من 25 ديسمبر وحتى يوم اليوم 3 يناير فإذا نلاحظ مع بعض الأرقام شون بدأت تتصاعد شيئا فشيئا ابتدأت من 150 إصابة انتقلت إلى 240 إصابة ومن ثم 198 إصابة نزلت شيئا ما وبعدها بدأ الأرقام تتصاعد بشكل ملحوظ 329 إصابة في 28 ديسمبر و399 إصابة في 29 ديسمبر و554 إصابة في 30 ديسمبر وحتى 31 أو 504 إصابات بدأت في العام الحالي من واحد واحد بدأت الإصابات بالتزايد بشكل ملحوظ وحقيقة قد تقوم مخيفة 588 إصابة في 1 يناير و609 إصابات في 2 يناير وإلى يوم الأمس وصلت الإصابات إلى 982 إصابة يعني احنا قاربنا إلى الألف تقريبا ندعو الله أن يزيل عننا هذا الوباء وأن يشافي الجميع وهذا ما أدى فينا إلى أو ما أدى في الكرام في مجلس الوزراء باتخاذ بعض الإجراءات قد تكون نوعا ما مساعدة من أجل نحن من أجل مكافحة الوباء وغيرها من هذه الأمور أمر مهم جدا نحن لابد أن نسلم فيه لطالما لم يكن هناك أي تعاون لم يكن هناك أي التزام سواء كنا نتكلم عن مؤسسات الدولة أو نقلنا عن المقيمين أو نقلنا عن المواطنين كل من يعيش على هذه الأرض لابد لنا أن نتعاون مع بعض من أجل مكافحة هذا الوباء هي مشروطة بهذا الشيء وتعاوننا يعني كل واحد بحدود إمكانياتك المطلوب منك فقط أن تبتعد عن أماكن التجمعات المطلوب منك فقط أن تحافظ على نفسك وعلى أسرتك المطلوب منك الالتزام في الاشتراطات الصحية مثلا غسيل يدين لارتداء الكمام وغيرها من هذه الأمور الآن وحنا في هذه الفترة أي شخص فينا يراجع إلى أي جهة حكومية حيجد أن هناك نسبة الالتزام بدأت تقل بشكل ملحوظ خصوصا في الكمام وغيرها والتباعد ومن هذه الأمور أجد في المصاعد الأصنصيرات بشكل عام نجد فيها ازدحامات وغيرها من هذه أيضا لم يكن هناك في بعض المداخل في السابق مداخل الإدارات وغيرها والجهات ومؤسسات الدولة كان هناك من ياخذ على الأقل الحرارة وغيرها يعني يتابع موضوع الالتزام المراجعين في الاشتراطات مثلا وغيرها من هذه الأمور لكن يبدو لي بأنه كان هناك أو حصل هناك تراخي نوعا ما في تطبيق هذه الاشتراطات وهذا ما أدى بنا أو عودتنا إلى مربعنا الأول لكن نحن إن شاء الله بإذن الله حنتجاوز هذه المحنة بوعينا من خلال متابعة أجهزة الدولة الرسمية قاموا الكرام في مجلس الوزراء باتخاذ بعض الأجراءات اللي تصب في صالح الجميع وأخذكم معاها خلونا نقراهم مع بعض حتى نحن كلنا نكون على وعي تام ونبتعد حتى عن الكثير من إشاعات اللي قاعد أسمعها ويتم تداولها في وسائل التواصل والإستماع قاموا الكرام في مجلس الوزراء باتخاذ بعض القرارات أول هذه القرارات وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة وعماقة والتي تقام في الأماكن المغلقة يعني بمعنى الحفلات العراس المطاعم قد يكون فيها بعضها قد نضطر إلى إغلاقها اللي فيها صالات استقبال وغيرها من هذه الأمور المباريات كل هذه المظاهر لابد أن يتم إقافها موقعا وشكر موصول طبعا للكرام في مجلس الوزراء على اتخاذهم مثل هذا القرار أيضا ما لا نتمناه ولا نرجوه بأن يكون هناك تباعدا حتى في بيوت الله هذا ما لا حقيقة لا أتمنى أن أسمع مثل هذا القرار لكن أيضا الأمر مشروط بالتزامنا فنرجوكم نرجوكم نرجوكم بالالتزام هذا القرار وقف إقامة المناسبات سيعتبر من يوم الأحد القادم تسعة واحد وحتى نهاية شهر فبراير ثمانية عشرين اثنين هذا الأمر أيضا مشروط بالتزامنا ومذكور في القرار الكرام في مجلس الوزراء أنه على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه أي أنه في ثمانية عشرين فبراير سوف يتم مراجعة هذا القرار اللي هو وقف المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة القرار الثاني أيضا ألزام كافة القادمين إلى البلاد بإجراء فحص البي سي آر اللي هي المسحة قبل الوصول باثنين وسبعين ساعة يفيد بالخلوب طبعا مشروطة بالخلوب من الإصابة بفايروس كورونا أي أن تكون سلبي النتيجة وذلك طبعا اعتبارا من يوم الثلاثاء اللي هو الغد أربعة واحد يعني هذا العام طبعا عشرين واثنين وعشرين نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يوفق البلاد والعباد لكل ما هو خير ويحفظ الله الجميع مشاهدين مثل ما قلنا هذه القرارات لطالما أنها كانت مشروطة بالتزامنا جميعا وتعاوننا أيضا مع الجهات الرسمية فندعو الله أن يحفظنا وإياكم أرجع إلى مؤشر اليوم وبعجالة مشاهديننا أبي أخذكم في أول تقرير إلى منطقة المهبولة شوفوه لنعود إن شاء الله أبي أخذكم في أول تقرير إلى منطقة المهبولة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة